اكشن وانا حاسس ان انا غبي فمامتو بتقوله ما تقولش على نفسك غبي لان انت لما بتقول على نفسك حاجة عقلك بيصدقها وبتفضل لزق فيك تقول حياتك فايه ما تقولش الكلام ده عن نفسك تاني يا ستا وايه رمضان كريم اعمل لايك بقى وبعد كده لما بيروح البيت بيعضي زاكر هو واخوه وبعد كده بيروح لمامتو بيقولها ان هو عايز يسألها على حاجة في الدراسة مش فاهمها وبتاعها فمامتو بتقوله ان هي مش شايفة كويس عشان ما يعيش النضارة بتاعتها ومش عارف ايه بس بنعرف ان هي اصلا ما بتعرفش تقرأ وتكتب بس هي مخبية عليهم عشان يفضلوا مكملين في المدرسة وما يعبطوش وبنعرف ان هي وباباهم مفصلين بسبب ان هو كان متجوز قبليها ومخلف ومخبي عليها وفي نفس الوقت كان مدمن وبرده كان مخبي عليها وهي لما عرفت ده عنه قررت ان هي تنفصل وتاخد الاولاد وتربيهم بقى هي بمعرفتها وكمان بنعرف ان هي شغالة في تنضيف البيوت وبيعدي فترة على الحال ده ومن كتر المسؤوليات الكتير اللي عليها بتدخل في حالة اكتئاب شديدة وبتبقى مش قادرة ان هي تعمل حاجة ولكن بسبب ان هي مش عايزة ان هي تفشل ولا البيت بتاعها هيتهدى عشان معتمد عليها هبتقرر ان هي تروح مساحة نفسية تتعالج فيها وفعلا بتقود معاهم بس مش بتقولهم ان هي حتروح مساحة نفسية بتقولهم ان هي حتسفر شغل وابتاع وان هي في الفترة اللي هي نسفر فيها دي لازم ان هم يحفظوا جدوى للضرب كامل فبين واخوه بيقولوا ايه دا لأ دا صعب وبتاع فيها بتقولهم مليش دعوة نرجع من السفرية ليكوا حافزين جدوى للضرب كله انا كنت حافزها وانا في تالتة بتداء اياستا كله كامل بقفنتوا ايه مش حسن مني وطبعا هي مابتعرفش تقرر ولا تكتب بس بتقولهم كده عشان تحمسهم وبتاعهم مش عارف ايه فالعيال بيقولولها يا اما بتقولهم خلاص لما ارجع سمع لكم خلصت وبتروح هي على المصحة النفسية والعيال بيعيشوا مع جددهم وبيفضلوا برضو يعودوا يذكروا ويحفظوا جدوى للضرب وبيعدي فترة عمومتهم بترجع من المصحة النفسية وبين بيبقى في المدرسة وبتاعه بيعلنوا عن النتيجة وبنعرف انه هو نجح وبيحس انه هو فرحان جدا عشان ديه اول مرة ينجح في المواد كلها ولما بيرجع بيوري الشادة لمامته وبتاعه ومامته بتبقى فرحانه بي وفخوره بي جدا وبعدها الدنيا معها بتبقى تمامه وبتاعه بتبدأ ان هي تدور على شغل جديد وفعلا بتلاقي شغلة عند واحد والواحد دوت بنلاقي في البيت بتاعه كمية كتب كبيرة وهي بتبقى مستغربة جدا ان في بني آدم يقدر يقرى الكتب دي كلها وبعد كده صاحب البيت بيدخل عليها وبيشوفها وهي مبهورة بالكتب وبتاعه بيبدأ يكلمها عن فايدة الكتب والعلماء في حياتنا المهم ان هي بتخلص شغلها وبتروح على البيت بتبقى سخنانة بعد الكلمتين اللي سمعتهم من صاحب البيت فبتروح لعيالها وبتقولهم انتو كل اسبوع كل واحد فيكو حيارة كتابين وفي نهاية كل اسبوع بعد ما تقروا الكتابين تدوني تقرير كامل عن كل كتاب انتو قارتوه فأي امه يهديك 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 يا ما عليش دعوا هتسمعوا الكلام وده الفام هوه كده اعمل لايك بقى وفعلا بعد كده بنشوف العيال وهما بيروحوا على المكتبة وبتاعه وبيبدأوا ان هما يقروا كتب ويقوم ورد تاني بيبدأوا ان هما يتعلقوا بالقراية وبيبدأوا ان هما يقروا لوحدهم من غير ما امهم تقولهم وبيعدي فترة كبيرة على هذا الحال لحد ما بنشوف بين ان هو كبر وبيبقى في المدرسة جوا الفصل بتاعه وبيبان عليه ان هو ثقته في نفسه بقت زيدة جدا وان هو بقى شاطر جدا وعنده كم معلومات رهيبة وتفوقه ده كان هو اللي مخليه مميز جدا في المدرسة لحد ما في مرة بيبقى في حفلة لتكريم الطلاف في المدرسة وبنشوف بينه هما بيكرموه تكريم مخصوص عشان هو الاول على المدرسة ومامته بتبقى فخورة بي جدا في وسط الناس وهم قاعدين ولكن بعد ما بيخلصوا تكريمه في مدرسة بتطلع وبتمسك المايكروفون وبتقول عيب على الناس البيضة لما تبقى قاعدة كده بليدة وواحد اسود هو اللي ينجح في وسطنا وبتهد تكلم كلام عنصري عن الناس اللي بشرتها صمرة وبتاع وده بيخلي بين يحس بالإحباط جدا وفي نفس الوقت بيخلي مامة بين بتحس بالإحباط وبالإحراق جدا جدا وهي في وسط الناس فمامته طبعا بتتداي من اللي حصل وبتاع فبتقرر ان هي تشيله من المدرسة دي تماما وتودي المدرسة بتاعت المتفوقين وفعلا بتعمل كده وبنشوف بينه هو في مدرسته الجديدة وهناك برضو بيواجه نفس المشكلة ان فيه ناس بتتنمر عليه بس المرة دي بنشوف ان عصبيته وعنفه بتده ويزيده أكتر حتى في البيت أسلوبه مع مامته بقى باين عليه العصبية جدا لحد ما في الآخر بنشوفه هو قاعد في قطة وبيدعي ربنا بقى ان هو فقايم يشيل منه العصبية والكلام ده وان هو يركز في مستقبله وينجح وبيعدي فترة وبنشوف بينه هو في الكلية وبنعرف ان هو دخل كلية التب وبنشوف كمان ان هو متفوق جدا وهناك بيقامل صحبة كده كويسة وبتاعه في نفس الوقت بيتعرف على دي وبيبقى اسمها كاندي وبنعرف ان هو معجب بها جدا وبعد كده لما بيرجع البيت عنده بنشوفه هو بيقرأ وبنعرف ان هو لسه ما بطلش عادة القرية وبنعرف كمان ان هو بقى شخص مصقف جدا وبيعدي فترة وبيتخرج من الكلية وبنعرف ان هو تخرج من قسم تشريح مخ الأطفال وجاب تأدير عالي جدا كمان وبيعدي فترة وبنشوفه هو قاد مع مدير مستشفى عشان عايز ان هو يبدأ تمرينه وبتاعه ويبدأ بقى حياته العملية في التب ومدير المستشفى لما بيقعد يتكلم معاه بيبقى مواجب بشخصيته جدا وبيبقى مواجب بيه كمان لان هو مصقف جدا وبيوافق ان هو يشتغل معاه وينزل معاه تحت التدريب وبعد كده بنشوفه هو مع زميله وبتاعه واحد من زميله بيبدأ ان هو يتنمر عليه وبيقوله ان الزنوج ما ينفعش بقى ده كثرة مفوض ان الشغلانات بتاعتك تبقى أقل من كده بكتير وبين بيبقى متعصب وبتاعه ولكن بناخد بالنا ان هو تعلم ان هو يكتم غضبه وبتدى كمان ان هو يكسب كل الناس اللي في المستشفى بمعاملته الكويسة لحد ما في مرة كان فيه حالة حرجة وبتاعه لازم تدخل عمليات دلوقتي والدكتور اللي مسؤول عن الحالة ديت مش موجود وبتاعه العملية لازم تتعمل دلوقتي حالا وكل الدكتورة بيبقى قلقانين وبتاعه لحد ما في الآخر بن بيدخل وبيخلص العملية لحد ما في الآخر بن بيدخل وبيعمل العملية وبتنجح وبعدها بنشوف ان هو قاعد مع مكتب المدير بعد ما خلص العملية والمدير بيبقى متضايق جدا وبتاعه مش عارف ايه بس في الآخر بيشكره وبيقوله ان هو حيتثبت معهم في المستشفى وبتاعه مش عارف ايه وبين بيبقى مبسوط جدا لان هو فخور ان هو انقص حياة طفله وفي نفس الوقت ان هو في مستشفى كبيرة وبيتقدم في المجال اللي هو قاعد يدرس في طول حياته والناس اللي في المستشفى ابتدوا ان هما يحبوه اكتر واكتر وابتدوا كمان ان هما يحترموه ويقتمدوا عليه في كل العمليات الجراحية الخطيرة اللي بتتعمل في المستشفى وبيعدي فترة وبنشوف بينه هو بيتقدم في المجال وفي نفس الوقت بنشوف انه هو تشهر جدا في المجال اللي هو شغال فيه في التب وانه هو بيطلع مؤتمرات صحفية وبتاعه والصحافة والاعلام ابتدوا يهتموا بيه وبرضه بنشوفه في البيت إنه هو لسه ما بطلش عادة الإراية وإنه هو كلما بيبقى عنده وقت فراغ بيقعد يقرأ وبنشوف إن حياته فعلاً اتغيرت جداً وبقى عنده بيته متجوز ومخلف ولدين وكمان بيخلي مامته تنقل وتعيش معاه وبعد كده بنشوف مرات بن وهي تعبانة جداً وبينقلوها المستشفى وأثناء ما هي في المستشفى هناك بنعرف إنه هي كانت حامل في توقم وللأسف ماته في وطنها من كتر تعبها وبين بيبقى زعلان جداً لما بيسمع الخبر ده ولكن صدمته مش بتأثر على شغله وبيكمل شغله عادي وبيبقى بنفس الكفاءة لحد ما في مرة المدير بتاع المستشفى بيجي له وبيقوله إن انت حتعمل دلوقتي أخطر عملية في حياتك كلها والعملية هي إنه هو حيفصل تفلين عن بعض ملتصقين من ناحية المخ في الدماغ والعملية دي أطبق كتير جداً عملوها قبل كده وفشلت والأطفال بنسبة كبيرة بتموت أثناء العملية وبين بيبقى متردد إنه هو ياخد القرار لحد ما بيروح البيت وبيبعد مع مامته وبتاعه بيقولها على موضوع العملية وهي بتحمسه وبتقوله أيوة انت لازم تعملها وبتاعه وانت تقدر تعمل أي حاجة قال لها أيوة يعني الكلام ده قلت له لو أقعوك عملة وغطسوك فوق فأما مش فاكل أغنية والقلشة بوزة مو منكمل وبين بيتحمس بعد كلام مامته وبتاعه بيقرر إنه هو ياخد المجاسفة ويعمل العملية ولما بيرجع للمستشفى بنشوف إنه فيه بقى فريق أطباء كتير ومش عارف إيه وصحافة والكلام ده وبنعرف إن العملية أخدت 22 ساعة وفي الآخر بيخلصها والعملية بتنجح وكل الناس بتبقى مستنية بعد العملية من ضمنهم مراته ومامته وهم اللي اتنين بيبصوا له بقى بقولوا أه فخر ومش هينفق فخر العرب ده ده فخر فعنده بره خلص المهم أفخر المكان اللي انت فيه وبتاعه ومن هنا بقى بنعرف إنه أصلا على فكرة دي قصة حقيقية وقصة دي فعلا حقيقية فهم بقى طبعا إيه الدنيا تمام كلنا طبعا نفسينا نبقى بينا إنه فعلا إنه هو دكتور من أحسن دكاترة اللي عملت عمليات الصرع للأطفال في العالم بس هنا طبعا كلنا الحلم إنه إحنا نبقى بينا كان الواقع كلها صحبي بتجمعين بقى فهم والفرق إيه بعد فطور فهم ويريدة صبر نيكوتين من دساشت المهم بياسة نتنساش إنه انت تعمل لايك سبسكرايب فعل زر الجرس فرجع اللي فاتس تمنا اللي جاي وانت فيه دكتور قطيف وكنافة كده فهم أنا بسجلوا أنا في رمضان وونا صايم كمان فهم فأي يعني يا صاحبي فهم يعني قدرني قدرك كده فعرفت ته الشغلة ماشية كده رمضان كريم الله وأكرم فهم زي السكينة في الكنافة كده كات الفيديو ده على ورقة وقلم أحمد فارس وحنجرة أحمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي أنا هو وينشوفكم فيديو بديو سلام